زي ما حضراتكم شفتوا بنحاول نتطمن على قد ما نقدر على بعثة منتخبنا الوطني وزي ما قلت لحضراتكم برضو قبل كده آه بننتقد آه بنكون قصين شوية في انتقادنا ولكن مصر هي أمي زي ما بنقول دايما في الأغنية مصر هي أمي كلنا في ظهر مصر كلنا في ظهر بلدنا كلنا حنفضل وراء بلدنا مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف حنفضل في ظهركم عشان نقولكم ان احنا كلنا بننتظر يوم الخميس الساعة 12 بالليل بعد نهاية المباراة ان احنا نكون فرحانين بثلاثة نقاط المطش اللي فات احنا مش موجودين يعني حنعتبر ان احنا حنبدأ مباراتنا في هذه البطولة بداية من مبارات غانا كل الظروف مهيئة توقيت مهيئ خلاص قعدنا 8-9-10 تيام زي ما سياد سفير قال بالتالي أخذنا على الأجواء الرطوبة موجودة وليها دور سلبي مع اللاعبين خصوصا في شمال أفريقيا ولكن خلاص 8-9-10 تيام اللي فاتوا دول قدرت ان انت تتكيف بشكل كبير هنعتبر ان احنا لعبنا مطش ودي وتغلبنا او تعادلنا فيه مع موزنبيق عندنا مطشين بست نقاط يجب ان يفوز منتخب او بذل المجهود زي ما بنقول دايما بنبذل أقصى مجهود ونتيجة دي بتاعت ربنا في الآخر ربنا عمره ما هيبعد او ما هيخلكش تكسب وانت بتبذل أقصى مجهود ليك ولكن لو هنلعب بقى بالشكة والسكينة ويعمل الكرة كده ويدي نط انا بكلمش بكلمش شكل عام اي حد من اللعيب يعمل الكرة كده ويخاف على رجله وما يتحركش غير في اتنين تلاتة يارضة والتعالي على الكرة والكلام ده كله عمر ما ربنا حيديه لك خلي بالحضراتكم انه احنا تعادلنا المطش اللي فات بسبب دعوات 110 مليون ولا 120 مليون على الجانب الآخر منتخب مصر لو في 70-80% من تركيزه كل اللاعبين صدقوني هنكسب انا بقول لحضراتكم كلام انا مسؤول عنه هنكسب غانا وحنكسب غانا بمكسب مريح لو احنا في 70-80% 70-80% من مستوانا وزي ما بقول وكده برضو اللي هيحصل مع رأس لاخدر برضو نفس الكلام ولكن خلينا من مباراة الاخر خلينا نتكلم على مباراة غانا انت عامل بتتكلم وواصق قوي كده اه انا واصق واصق وعندي ثقة كبيرة جدا جدا في مجموعة اللاعبين في شناوي في حجازي في منعم في حمدي انا هقول اللي لعبه المطش اللي فات حمدي هاني مجموعة اللاعبين النني وحمدي فتحي وزيزو وتريزيجي وصلاح ومصطفى كلنا حنقف في ظهرك ومهما اللي يلعب يلعب واللي يحصل يحصل لكن في النهاية منتخب مصر قادر على انه يستطيع ان يفوز في المباراة القادمة وهو ده المهم منتخب مصرق